لم تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوباتها بحق كيانات تابعة لإيران حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شركات تزود إيران بمكونات حساسة تستخدم في إنتاج المسيرات وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على شبكة من الموردين للمواد والتكنولوجيا الحساسة الموجهة لدعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية بما في ذلك مسيرات شاهد التي تنتجها إيران وشملت العقوبات الكيانات التي تتبع إلى إيران حتى لو كانت خارج أراضيها ويبلغ عددها أربع شركات مقارها في إيران وهونج كونج بالإضافة إلى كيان تابع لشركة إيرانية مدرجة مسبقا الخزانة الأمريكية شددت على أن هذه الكيانات عملت كشركات تسهل الشراء لصالح إيران ومنها ما هو مدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لديها وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب أكد على أن استمرار إيران في نشر أسلحتها المتقدمة يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة مشددا على أن بلاده لن تتردد في تعطيل شبكات الشراء غير المشروعة التي تزود مكونات أنظمة الأسلحة وكذلك محاسبة أولئك الذين يسعون إلى تصديرها إلى إيران وهكذا تستمر الولايات المتحدة في تتبع ومراقبة الكيانات الدولية المساهمة في صناعة المسيرات الإيرانية رغبة منها في تقليل حدة الصراع الذي تواجهه في منطقة الشرق الأوسط والذي تسبب في وقوع عشرات القتلى من جنودها في المنطقة